تراجع عام في ثقة الأردنيين بأداء الحكومة أظهرته نتائج الاستطلاع بعد مرور 200 يوم على تشكيل حكومة الخصاوني مقارنة باستطلاع للرأي مماثل أجره المركز عند تشكيل الحكومة فبحسب الاستطلاع فإن 57% من الأردنيين لا يثقون في حكومة الدكتور بشر الخصاوني عند التشكيل إلى 38 بعد مرور 200 يوم كذلك فإن 42% فقط من الأردنيين يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية مقارنة بـ 53% كانوا يعتقدون ذلك عند مرحلة التشكيل كما تراجعت ثقة الأردنيين بقدرة رئيس الحكومة على تحمل مسؤولياته من 56% عند التشكيل إلى 39 بعد 200 يوم وقد ارتفعت نسبة من يعتقدون أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه السلبي من 53% عند التشكيل إلى 58% بعد 200 يوم وانخفض معدل الرضا العام عند الأردنيين عن كافة الإجراءات الحكومية من 55% مع بدايات تشكيل الحكومة إلى 47% بعد 200 يوم كما تراجعت نسبة من يعتقدون بأن الحكومة وإجراءاتها نجحت في إدارة ملف كورونا حيث انخفضت من 59% عند التشكيل إلى 47% بعد 200 يوم وفي النتائج أخرى تراجعت ثقة الأردنيين بانسجام الفريق الوزاري والرئيس حيث أفادت غالبية الأردنيين 59% بأن رئيس الوزراء وفريقه لا يعملون بانسجام أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم والتي أكد الاستطلاع أن على الحكومة معالجتها بشكل فوري هي ارتفاع نسب البطالة وقلة فرص العمل وترد الأوضاع الاقتصادية بصيفة عامة وتداعيات جائحة كورونا وما نتج عنها وازدياد مستويات الفقر أما أبرز المشكلات الإقليمية التي تواجه المنطقة فهي القضية الفلسطينية والأوضاع الاقتصادية بشكل عام في المنطقة الحروب والنزاعات في المنطقة وأزمة كورونا وتداعياتها على المنطقة وحول القضية الفلسطينية يعتقد 63% من الأردنيين أن الطرد سفير الاحتلال الإسرائيلي من الأردن يشكل عامل ضغط على تل أبيب للتراجع عن سياساتها الأخيرة فيما يؤيد 60% من الأردنيين استدعاء السفير الأردني من تل أبيب وفي شأن الأوضاع المعيشية في الأردن ترى الغالبية العظمى من الأردنيين 78% أن الأوضاع الاقتصادية تسير في الاتجاه السلبي حاليا أما عن جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد والمجتمع فقد ألقت بظلالها بشكل واضح على رضى الأردنيين عن الحكومة حيث يعتقد غالبية الأردنيين 89% أن الحكومة كانت غير قادرة على التخفيف من تداعيات كورونا الاقتصادية على الفرد والأسرة والمجتمع وتعتقد الغالبية العظمى من المواطنين 65% أن الحكومة فشلت في حل مشكلات وتحديات القطع الخاص خلال أزمة كورونا وعن الفساد وعلاقته بالاقتصاد الوطني يعتقد معظم الأردنيين وبنسبة كبيرة بلغت 94% أن الفساد المالي والإدارية منتشر في الأردن كما يعتقد غالبية الأردنيين 82% أن الحكومة غير جادة وغير حريصة على محاربة هذا الفساد وفي محور الإصلاح السياسي يرى أكثر من نصف الأردنيين أن الإصلاح السياسي الجدي لن يحصل في الأردن ويعتقد نصف الأردنيين تقريبا أن لا إصلاح سياسيا فعليا في الأردن دون إيجاد حل للقضية الفلسطينية وعلى صعيد القوانين النظمة للحياة السياسية يعتقد 50% من الأردنيين أن الحكومة غير جادة في صياغة قانون انتخاب جديد لمجلس النواب و40% يرون أنها غير قادرة على صياغة قانون انتخاب جديد وعن العدالة والمساواة يعتقد 56% من الأردنيين أنها مطبقة وأن لا تمييز بين الأردنيين على أساس الدين إلا أن ما يقارب نصف الأردنيين يعتقدون بوجود تمييز بين المواطنين بناء على أصولهم وجنسهم وتوجهاتهم السياسية وغيناهم أو فقرهم ومنطقتهم الجغرافية ومكانتهم الاجتماعية وباستطلاع أراء الأردنيين عن مؤشر السعادة في الأردن وصف 42% منهم أنفسهم بأنهم غير سعادة